موسيقى رح ننتقل هلأ من النقاش على بشري لنشوف نشاطات الشباب ببلدية بشري ومع رئيس مجلس الشباب الأستاذ أنتوني طراباي يعني هلأ لح أحكي عن شي تاني أنه ناطر شهادة معينة حاليا وفانيسا كيروز أيضا من عضو بالمجلس البلدي للشباب المجلس البلدي للشباب اللي هو داخل بالبلدية هو كأنه مصغر عن بلدية بشري ولكن للشباب فانيسا رح تعرفينا أكتر على المجلس نحن المجلس البلدي للشباب مثل ما قلت بلدية صغيرة يعني نحن البلدية الزل نحن من 2018 شاب وصبية كل حدا من اختصاص مختلف نعم نهتم أساسا بالشباب بمشاريع للشباب ونشاطات وكمان يعني مثل نحن إيد اليمين للبلدية نعم منساعد كمان منقدم لهم كل شيء مشاريع تنموية وكل شيء نعم هوني عم تحكي عن مجلس الزل ليه هيك سميته؟ لأنه يعني نحن مثل ما قلت لك إيد اليمين للبلدية ونحن نتحت البلدية نحن منقدم لهم المشاريع بزل حماية يمكن البلدية إذا فينا نقول صحيح اي ما تأسستو؟ يعني هل مجلس الشباب ممكن مش بكل البلدية موجود؟ مضبوط هيدا وكأنه شغلة اختيارية مضبوط بتغون بالبلدية اي ما تتأسس؟ تأسس بال2010 بس تم انتخاب البلدية الكبيرة متل ما منسميها رئيس البلدية يعني حاب انه يدخل الشباب أكتر بالعمل البلدي لأنه الأستاذ أنتوان تو مضبوط تحيي لقلو لكذا صبب لا كذا صبب منهم أنه أياما على البلدية بينتخبوا ناس شوية ما بيكون بيعرفوا شو لازم يعملوا بالبلدية نحنا عن يعني نحنا وشباب نتعرف على العمل البلدي أكتر بنكون مستعدين بعدين نخد هكتا جريبا نعم أنتوني قلت لي أنه ما رأته بفترة شغور يعني كان المجلس البلدي للشباب شغير خلص مدة المجلس القديم وما انتخبته المجلس الجديد هي مش مدته على قد مدة المجلس البلدي العادي كيف مقصمين الوقت؟ المجلس البلدي للشباب عنده نظام داخلي بالنظام الداخلي عم نجرب أنه يمرق ثلاث بلديات يعني عنا كل سنتين تمرق بلدية شباب نعم هلأ صار في فترة شغور بين 2012 وال2013 ليه؟ شو صار؟ بالحقيقة صار في ضغط شغل كثير بقلب البلدية نعم حتى نحضر مجلس الشباب لازم يكون في ناس عم تستعد حتى نحن في هذه فترة الشغور كنا نحن نتحضر يعني نحن نتحضرنا أكثر من غيرنا حتى نوصل في 2014 لازمنا مجلسنا جديد نكون عندنا الإمكانية ونكون أقوى على الأرض وقدرين نخوض هذا المجال بشكل أفضل يعني كنتوا عم تشتغلوا ولكن بطريقة غير رسمية مية بالمية صحيح لحتى تستلموا مهامكم الجديدة بطريقة جدية جدا كيف ينتخب هالمجلس هال ينتخب؟ المجلس هو 18 شخص نعم يعينوا مقبة البلدية ومجلس البلدية ككل نعم يعني نحن بصور الاختيار مقبة الناس تشتغل بالشأن العام منتسبين للكشاف المروني للجمعيات للمؤسسات يلي دايماً شغلها الشاغل هو الشأن العام إن كان الشباب إن كان جمعيات بيئية أو سقفية وغيرها أما المجلس بلدي للشباب عنده نظامه الداخلي الآن بالنظام الداخلي فيه انتخاب حيث يتم انتخاب رئيس البلدية ونايب الرئيس اللي هو حضرته وحضرته ونايب الرئيس وأمين سر وأمين للصندوق ومن بعدها منكون عم نبلش نمارس مهامنا وصلاحيتنا أنا بس هيك بدي واضح شغلي للمشاهدين أنه صحيح حضرتك أنتوني تراباي رئيس المجلس البلدي للشباب ولكن أنت أصغر شخص بيها المجلس البلدي صغير لدرجة أنه بعدك ناطر الشهادة الرسمية نتمنى أنه يعني تحصلوا عليك لكم وتكون إيجابية جدا شهادة أو إفادة ما بعرف شو بدأي لكم يعني إن شاء الله إن شاء الله خير ولكن بالرغم من عمرك لصغير أنتوني عم تمارس ساكة مهام اجتماعية وعم تشتغل عمل اجتماعي وإنماء كتير كبير ونحنا بدنا نهنيك على هالشي يعني بيرفع عليك عن جد فانيسا التقسيم المهام كيف عم بتكون والمشاريع شو عم بتكون بشكل عام؟ هلأ المشاريع اللي عملناها كانت ما كانت تنموية كانت شوي للشباب يعني عملنا أوريانتاسيون لطلاب الترمينال كرميل بعدين يعرفوا أي اختصاص بنسبون أكتر بالجماعات تربوية؟ نعم عملنا ريسيسال كيف كانت الأوريانتاشن؟ مين عملها؟ لوين رحتوا؟ مين إجالة عندكم؟ يعني هل كان فيه أشخاص عم تجي على بشري من شين تعمل هالتنجيه للطلاب؟ أكيد هي عملنا مع مؤسسة وهي بعثت ناس وعملوا هالوريانتاسيون للشباب الترمينالات نعم أنتني اليوم أنتو هون لأنه عندكن مشروع جديد صحيح هو إيفنت جديد حاليا للشباب ببشري شو هو؟ أوكي خلينا خبرك قبل الإيفنت عن أهداف الإيفنت طبع بشري منطقة سياحية بمتياز والسهرات الفنية والرأس والموسيقى يدعموا هذه السياحة كمجلس شباب قررنا أنه نعمل أوبن إير بارتي بس مش حالة أوبن إير بارتي حبينا أنها تكون مميزة وبترضي كل الأزواء فمشان هيك حطينا هيدا البروغرام اللي هحكيك عنه هلا عنا شادي أندباند وهو منتكون عن نرد الناس اللي بيحبوا الجاز والبلود شادي ناشف شادي ناشف تحية كبيرة لألو من بعد رح بيكون عنا لايف برفورمانس مع الفنان ناجي القسطة وهون اللي بيحب الغينة الشرقية رح بيكون كتير مبسوط ومن كافة صهرتنا مع دي جاي توني سي أكيد بتعرفوه الام تي بي ما هيك من أهل البيت أوكي نعم وهي رح تكون بـ 23 قاب صحيح على طريق الأرز على أوتوستراد الأرز طبعا منذكر أنه منطقة بشري والأرز هنه شخص واحد شخص واحد نعم بس اللي بيخلص هون نحن حبينا أنه الناس يكون عندهم الفرصة أنه يشاركونا بكوك أند ببرنامج مليان ويكونوا عم بسوطين فمشان هاك نحن بدعين أن يزوروا المعالم السياحية والطبيعية بشري مثل غابة الأرز مغارة قديشة مطحف جبران ودي المؤدس وبيت القديس شربي ومخلصنا هون كمان زيادة عن هون تعاملنا مع شركات الأكتيفيت حتى الناس كمان يكون عندهم الفرصة أنهم يعملوا أتيفي أو بارابونت وبما أنه نحن شباب وبشري منطقة مقصودة من قبل كتير للبنانيين حبينا أنه يكون هالنشاط من إمكانيات وقدرات كل شرائح المجتمع فحطينا سعر الإفنت 20 ألف ليرة لبنانية حالو كتير زيادة عن هاك تعاملنا مع الأوتالات والشركات الأكتيفيتة حتى نقدر نعمل أوفر للناس حتى يخافتوا أسعارهم من شان يقدروا للناس اللي بدون يناموا فوق وجايين من المناطق بعيدة أنه يستفيدوا فعملنا ثلاثة أوفرات الأوفر الأول كل أوفر في إنترنتس على السهرة أوتال وترويئة هذا الأوفر هو بـ 40 دولار اللي هو بالفعل يعني يعني شي رمزي بس نحن كتير منحب أنه الكل يكون عنده الفرصة أنه يشارك ويجي تعرف على منطقتنا وعننا بعد 2 أوفر الأوفر الأوفر الأول هو أكيدة أوتال براكفست وإنترنتس مع اي تي في 40 دقيقة وعننا آخر أوفر كمان أتي في معه يلي الأتي في بـ 60 دولار وآخر أوفر يليه بـ 160 دولار بارابونت، أوتال، ترويئة وإنترنتس على السهرة واو يعني أنجاد أهنيكم على هالأوفر إذا تحب تزيب بعض في شيء بس بحب أقول شغل إذا تسمحي إيراني للمشاهدين على الأم تي في نحن ناطرين كون السابة 23 آب على أوتوستراد الأرز كونوا كثير بشرة حلوة بس فيكن أنتوا أحلى فانوسا، يعني الأهداف هي سياحية الأهداف هي شبابية يعني واضح أنه هالمشروع هو مشروع معمول من الشباب وللشباب ولكن دخلتوا أيضا مشروع عائلة بـ MTS يعني وحتى يمكن الأشخاص اللي مش عبالها تروح على السهرة أو إذا فيه عيال عندهم ولد صغار ومش قادرين فيهم يستفيدوا أيضا من هالأوفر فانوسا يعني يمكن يشتروا بالسعر ذاته وياخدوا البطاقة ويمكن ما يروحوا ممكن هالشي سير؟ ايه أكينت، كله بتذبر قد تحبوه بشرة؟ كتير شرة بعيدنا نحنا طبعاً بدنا نضم صوتنا لصوتكم وينقللون يكتشفوا مش بس بشرة يكتشفوا المشاهدين والمواطنين كل مناطق لبنان الحلوة بلغنا عن أنه نسافر وناخذ التيارة فينا نسافر بألف بلدنا صحيح يعطيكم ألف ألف عافية رئيس المجلس البلدي للشباب أنطني تراباي